الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في حق الاقتصاد الرياضي نقدم نموذج المدخلات المخرجات input output model أرجو أن يكون فيه الفائد العلمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا على بركة الله نبدأ نموذج المدخلات المخرجات يعتبر نموذج المدخلات المخرجات من نماذج الاقتصاد الكلي نماذج الاقتصاد الكلي يمكننا بواسطته تحليل مدخلات ومخرجات الاقتصاد أو على سبيل تحديد مدخلات ومخرجات قطاع معين كالقطاع الصناعي مثلا لنفترض بأن لدينا أن من الصناعة جنون من الصناعات فإن كل صناعة منها تعتمد على الصناعات الأخرى من حيث حاجة حاجة كل صناعة طبعا إليها في تأمين مدخلاتها منها وحاجتها إلى بيع مخرجاتها إلى هذه الصناعات بمعنى آخر الصناعة ألف تحتاج إلى مدخلات من الصناعة با وبا تحتاج إلى مدخلات من الصناعة ألف فإذن المدخلات والمخرجات هنا تتبادل أمكنتها بين المنشآت فنكمل كما أن الصناعات الأخرى في حاجة إلى مدخلات من هذه الصناعة وفي حاجة إلى بيع مخرجاتها على سبيل المثال تحتاج صناعة الإسمنت إلى مدخل من صناعة الطاقة كي تتمكن من إنتاج مخرجاتها وفي الوقت ذاته تحتاج صناعة الطاقة إلى مدخل الإسمنت في بناء مستودعاتها وأبنيتها المختلفة كي تتمكن من إنتاج مخرجاتها وهكذا لجميع الصناعات إما بشكل تنائي أو جماعي يطلق على هذه الحالة في بعض الأحيان الروابط الخلفية والأمامية backward and forward linkages بين الصناعات روابط خلفية وأمامية بين الصناعات من أجل توضيح وتنزيخ الفكرة بشكل أفضل دعنا ننظر إلى الجدول الأدنى جدول آتي هنا الآن مدخلات ومخرجات عندي الآن المدخلات تأتي عموديا المخرجات أفقيا فالمدخل الأول المدخل الأول هنا المخرج الأول فلنفترض أنه عندي هاي الآن المدخل الأول X11 سأفسر كل واحد يملأ ثاني اللي هو X12 X12 X13 وهكذا حتى X1N فعندي هنا المدخل الثاني X21 مخرج X21 الثاني X22 X23 وهكذا فالثالث والرابع والأخير إلى أن ننتهي من كل هذه المدخلات وهذا جدول المدخلات المخرجات وسأوضح ذلك بعد قليل إن شاء الله إذا كانت على سبيل المثال X13 أين X13؟ هنا X13 بتقول هاي مثلا إذا كانت تساوي فاصل 18 دينار أو ريال أو دينار يعني دولار هاي وحدة العملة ترجع للشخص الذي يتابع الموضوع فإذا كانت X13 تساوي 18 بالمية هذا يعني أن 18 بالمية من الدينار من الصناعة الأولى هو متخل في إنتاج دينار واحد من الصناعة الثالثة لاحظوا أن هنا إذن 18 بالمية 18 بالمية من الصناعة الأولى من الصناعة الأولى هو متخل في لإنتاج كل دينار من الصناعة الثالثة من الصناعة الثالثة والقيمة X45 مثلا تعني يعني تساوي ربما 25 بالمية فاصل 25 تعني أن في كل دينار مخرج من الصناعة الخامسة هناك لاحظوا في الصناعة الخامسة هناك 25 بالمية من الدينار مدخل من الصناعة الرابعة من مخرجات يعني تم إدخال أي من مخرجات الصناعة الرابعة أي مدخلات في الصناعة الخامسة لاحظوا الآن هذه المخرجات هذه المدخلات عفوا هذا الآن هو ما تنتج الصناعة الرابعة سيذهب إلى الصناعة الخامسة هنا فأندجت الصناعة الرابعة 25% من كل دينار 25% من ربع يعني ذهب إلى الصناعة الخامسة كي تنتج دينار واحد وهكذا نكمل الآن مجموع مدخلات الانتاج في كل عمود أو صف في الجدول يقل عن الواحد الصحيح لسبب لأن الفرق يذهب كدفعات إلى المدخلات الأولية كالعمال والأرض التي يفترض أنها ممنوكة من القطاع المنزل المسميها ينبني النموذج على خمس فرضيات أساسية يصعب تطبيقه في غيابها وهذه الفرضيات هي كل صناعة تنتج سلعة واحد فقط الفرضية الثانية السلعة متجانسة فرضية ثالثة تتميز عملية الانتاج بالعائد الثابت على الحجم ما يعني بأن زيارة عوامل الانتاج بنسبة معينة تؤدي إلى زيارة الانتاج بمقدار تلك النسبة الفرضية الرابعة قبل الأخيرة تستخدم كل صناعة نسبة ثابتة من مدخلات الانتاج وأخيرا في حال انتاج الصناعة لأكثر من سلعة فيمكن النظر إلى السلعة الأخرى وكأنها من مخرجات صناعة أخرى ولا يؤثر ذلك على سياق النموذج نكمل على بركة الله الآن في ضوء ذلك يمكننا ترتيب نسبة المدخلات المخرجات في مصفوف ومربعة المصفوف المربعة أي أبعادها تكون متساوية ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة أربعة في أربعة خمسة في خمسة وهكذا دعنا الآن نفترض لهذا الغرض أن مصفوفة المدخلات المخرجات لأربع صناعات لدينا أربع صناعات صناعات حيث آي تسبب واحد أو اثنين أو ثلاثة وأربعة عندي أربع صناعات كانت كما يأتي الآن هذه الآن يعني مصفوفة المدخلات والمخرجات هنا الصناع الأولى الصناع الثاني الصناع الثالث الصناع الرابعة ما معنى كل عدد أو رقم هنا أو كل قيمة مما معنىها على سبيل المثال القيمة X11 لاحظوا يا هون التي أتت في الصف الأول عمود أول تساوي عشرة لاحظوا تساوي عشرة تعني بأن عشرة بالمية من مخرجات الصناعة الأولى هي مدخلات في إنتاج كل دينار من الصناعة نفسها الآن هذه الصناعة الأولى تحتاج إلى المخرجات التي تنتجها فعشرة بالمية من مخرجات الصناعة الأولى هي مدخلات في إنتاج كل دينار من مخرجات الصناعة نفسها وتعني X23 هذه الآن الصناعة الثانية أتت في الصف الثالث فX2-3 تساوي 5% تعني أن 5% من مخرجات الصناعة الثانية هي متخلات في إنتاج كل دينار من مخرجات الصناعة الثالثة الآن 5% من مخرجات الصناعة الثانية هي تصبح متخلات في إنتاج كل دينار من مخرجات الصناعة الثالثة هذا هو التفسير الآن لكل عدد من هذه العداد أو الأرقام أو القيم مجموع كل صف أو عمود يقل عن الواحصة كما ذكرت لأن الفرق يذهب إلى المدخلات الإنتاج الأولية كالعمال والأرض وبالتالي واحد ناقص مجموع XIJ هو ما يدفع إلى مدخلات لاحظوا واحد مطروح المدخلات كلها إلى مجموع الصف أو العمود هنا هو ما يدفع إلى المدخلات الأولية من الصناعة G وأن واحد ناقص مجموع XIK هو ما يدفع المدخلات الأولية من الصناعة K يمكننا استخدام مصفوفة الأحاد الـ Identity Matrix في هذا المثال لأن لدينا أربع صناعات والمصفوفة تكون أربعة في أربعة أبعادها فـ Identity Matrix أو مصفوفة الأحاد التي تكون قطرها الرئيسي من أحاد واحد 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 والباقي كله أصفار هذه نسميها الـ Identity Matrix أو مصفوفة الأحاد يمكن استخدامها في حساب الفروق بين دفعات المدخلات الأولية وما يبقى كمدخلات ومخرجات لبقية الصناعة كما يأتي الآن نلاحظ أنه I اللي هو الـ Identity Matrix نطرح الآن من I مصفوفة المدخلات اللي هي مخرجات طبعا A فعندي هنا واحد 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 جاءت على القطر الرئيسي وبقية الخانات تسالي الأصفار نطرح من هذا مصفوفة الأحاد الـ Identity Matrix المصفوفة الأولية التي ذكرتها قبل قليل وهي تتكون يعني من أربعة في أربعة لأربعة الصناعات هذه الصناعة الأولى الصناعة الثانية الصناعة الثالثة الرابعة إذا طرحنا هذا الآن طرحنا منه هذه القيم هنا نحصل على هذه القيم الآن لاحظوا أنه فقط القطر الرئيسي قيم موجبة لأنه واحد صحيح يطرح منه أي شيء قبل واحد يكون موجب والباقي كله سالب 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 الآن سأفسد ذلك إن شاء الله هذه المصفوفة I-A طبعا هنا Identity Matrix اللي هي مصفوفة الأحاد مطروح منها مصفوفة المدخلات المخرجات هذه تسمى مصفوفة Technology Matrix Technology Matrix نكمل الآن نعيد كتابة آخر نتيجة اللي ذكرت قبل قليل الآن هذه I-A تساوي مصفوفة الأحاد نطروح منها المصفوفة A الأصلية تنتج عندي هذه المصفوفة هذه المصفوفة اللي هي باللون بنفس جي القطر الرئيسي فقط قيم موجبة وما دون ذلك كلها قيم سالب 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 هنا سالب هنا سالب هنا سالب 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 ثالب موجب فالموجب فقط داع القطر الرئيسي تشير الإشارة السالبة في المصفوفة الأخيرة هنا إلى ما يطرح من حصص الصناعات كدفعات إلى المثقلات الأولية بطرح مجموع كل عمود هنا الآن مجموع كل عمود نطرحه من الواحة الصحية يعني نجمع هذا عشرة زائل عشرين ثلاثين هنا أربعين وهنا سبعين فاصل سبعين نطرح من الواحة الصحية بيكون عندي ما تبقى ثلاثين هنا الآن عشرة وثلاثين عندي أربعين واحدة عشو ساوي وخمسين فواحد ناقص واحد وخمسين بالمئة ساوي تسعة واربين بالمئة وهكذا البقية طبعا هنا إذا بتلاحظوا أنه واحد صحيح مطروح منه مجموع هذا العمود يساوي ثلاثين واحد صحيح مطروح منه مجموع هذا العمود يساوي فاصل ساعة واربين واحد صحيح مطروح منه مجموع هذا العمود يساوي خمسة وراثين بالمئة وأخيرا واحد صحيحة بطروح منه مجموعة هذا العمود يساوي خمسين بالمية الآن هذه المصفوفة الآن I ناقص A اللي هي تكنولوجي ميترس إذا ضربناها في البضائع النهائية يعني كمية البضائع النهائية التي نحتاجها تساوي D D الآن طبعا سأوضحها ذلك يعطينا هذا الآن I ناقص A لكل مضروب في Y يساوي D يعطينا المستويات المطلوبة من المدخلات Y مقابل المستويات المطلوب من المخرجات D نكبل إن شاء الله أن إذا تمكننا من إيجاد معكوس المصفوفة يعني نحتاج إلى معكوس المصفوفة I ناقص A حتى لما نضربها بيكون عندي Y تساوي حاصل ضرب المصفوفة المعكوسة هذه مضروبة في D نكون قد وجدنا الأحجام المطلوبة من كل I تساوي 1-2-3 يعني بمعنى آخر نكتشف القيم لهنا تصناعات الأربعة التي افترضناها لتحقيق المطلوب إنتاجه من السنع المعدل الطلب النهائي اللي هي D تساوي 1-2-3-4 وهاكذا لنفترض بأن المتجه D هو D تساوي 50 62 78 35 هذه مدخلات وسيطة سنحتاجها في إنتاج هذه الكمية الآن هو حجم المطلوب إنتاجه كمخرجات من السلع المعدة للاستهلاك النهائي نحتاج إلى إنتاج هذه القيم من السلع المعدل السلع النهائي نفرض بعشرات المليون من وحدات العملة بالدينار يعني هون 50 ب 10 500 مليون 620 مليون 780 مليون 35 ل350 مليون لأن ضرب 10 في المليون هذه المخرجات المطلوبة لا تشمل دفعات المدخلات الأولية وبناء على ذلك فإن الآن y هنا لأنه ضربنا في المصوف المعكوس فبصير عندي واحد صحيح هنا تبقى y لنفسها لوحدها يعني والآن بتكون هاي مضروبة ضربا قبليا لأنه الآن الميتركس بتكون pre multiplication أو post multiplication هنا لأن المصوف المعكوس ضربت ضربا قبليا بدي فبعطيني y تساوي i-a الكل انذرسي اللي هو معكوس المصوفة مضروبة في دي طبعا في هذا المثال طبعا بعطيني الجواب هو الحجم المطلوب توضيهه من المدخلات y كي نوفر حجم الطلب النهائي يعني هذا هو المطلوب الآن كي نوفر هذا هذا المقدار من السلع النهائية 50-62-78-35 أي المخرجات نكمل في هذا المثال نحصل على يعني من الصعب أني الآن أشرحه بالتفاصيل كيف بس المعكوس المصفوفة نضربها بس المعكوس المصفوفة نضربها في دي تعطيني هذا يعني تعطي هذا الجواب نحصل على هذه النتيجة النهائية هاي الآن هذه الكميات من البضاع أو مقدارها بالدينار طبعا هنا بمئات الملايين من الدنيا مطلوب توفيرها حتى نتمكن من إنتاج الميتركس دي الذي ذكرت قبل قليل هنا وهاي مصفوفة المدخلات المطلوبة نحتاج إلى إدخال هذه الكميات أو المقادير أو القيم حتى ننتج قيمة الميتركس دي الذي ذكرت قبل قليل لا تكون هذه النتيجة ممكنة إلا إذا توفر في الإتصاد موارد أولية بقيمة ماذا هنا المفاجأة بأن هذا اللي هي متخلات عوامل إنتاج الأولية لاحظوا لي يعني بدل الأرض وبدل أجور العمال وما شابه مضروفة في هذه الكميات تعطيني طبعا بتتذكر قبل قليل قلنا واحد صحيح مطروح من مجموع العمود يعطينا 30% مضروفها في هذه القيمة زائد واحد صحيح مطروح من العمود الثاني 49% مضروف في هذه القيمة زائد 35% في هذه القيمة زائد آخر إشي واحد صحيح مطروح منها مجموع العمود زائد 50% مضروف في هذه القيمة بعطيني 225 تقريبا يعني مليارين وربع المليار من الدينار اللي هي نصيب مالكي الموارد الأولي من قيمة المخرجات النهائية شكرا لكم على حسن متابعتكم لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب إلا تعالى وأشكرك أخي وحبيبي رايد من السعودية الذي طلب مني أن أحذر هذا المقطع وشكرا لكم جميعا شكرا لكم